اعتراض حكومي جديد على أداء الأمم المتحدة في اليمن حيث أبدت الحكومة انزعاجها من استمرار تعامل المنظمات الأممية مع ميليشيا الإنقلاب واستنكرت توقيع مكتب الشؤون الإنسانية التابعي للأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع تلك الميليشيا بخصوص تشغيل جسر جويا طبي من صنع الاعتراض الحكومي على تشغيل الجسر الطبي تم خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية منصور بقاش بمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي أكدت فيه الحكومة أن توقيع مذكرات تفاهم مع ميليشيا الحوثي يتعارض مع التزامات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن محذرة تلك المنظمات من الخضوع لابتزاز الحوثي بحجة تواجدها في صنع وقد أبدت الحكومة في الوقت ذاته استعداد الشرعية إنجاح تسيير القسر الطبي ولكن من خلال التفاهم معها وليس مع الميليشيا في صنع كانت مذكرة أممية قد أشارت إلى إطلاق منسقة الشؤون الإنسانية ما أسمته مذكرة تفاهم شفوية مع السلطات في صنع لكن المنسقة الأممية نفت خلال لقائها بالحكومة توقيع اتفاقية القسر الطبي مع الحوثي موضحة أن الاتفاقات لن توقع إلا مع الشرعية مجددة لالتزامها بالقرارات الدولية ياتي اعتراض الشرعية على التفاهم الأممي بخصوص القسر الطبي بعد أيام من انتقاد وزير الخارجية خالد اليماني لطريقة أداء المبعوث الأممي مع ميليشيا الحوثي بخصوص مباحثات جينيفا الثالثة واعتبرت الشرعية أن الأداء الحالي للأمم المتحدة قد ينعكس سلبا على العلاقات بين اليمن والمنظمات الدولية